مشاهدينا بداية من النهاردة والمدة أسبوعين هيتم فتح التقديم في المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2022-2023 ووزارة التربية والتعليم أعلنت أن التقديم هيكون على الموقع الإلكتروني وده المدة أسبوعين وأنه هيتم إضافة 3 مدارس عشان يرتفع عدد المدارس اليابانية في مصر إلى 51 مدرسة المزيد من التفاصيل معنا الأستاذ مالك الرفاعي مدير وحدة المدارس المصرية اليابانية بوزارة التربية والتعليم سبع الخير عليك فاند أهلا سباح النور أهلا بحضرتك يا أهلا بيك تجربة جديدة في مصر المدارس اليابانية لكنها أثباتت نجاح وإحنا بنشوف يوم بعد يوم وسنة بعد سنة إقبال كبير جدا من أولياء الأمور اللي هم يقدموا لأبناءهم في هذه المدارس عايزين نتكلم عن الإقبال بشكل عام والتجربة تجربة المدارس اليابانية في مصر ولاي حضرتك أنا متشاكل جدا عن المقدمة الهائلة دي أحب أقول لحركة الحمد لله إحنا خرجنا من مرحلة التجربة لمرحلة الواقع إحنا عندنا النهاردة بنكلام في 51 مدارسة في 26 محافظة إحنا الحمد لله باقي لنا محافظة الأقصر الأقصر إن شاء الله ودي بإذن الله إن شاء الله بيجاء فيها مدارسة وبالتالي تبقى المدارس اليابانية موديها في 26 محافظة على المستوى جمهورية مصر العربية إحنا عندنا الإقبال بيزيد كل سنة عن الأخرى عندنا صفحة الفيسبوك بتاعتنا عليها كمية يعني عندنا حوالي مليون مشارك على الصفحة بيسألوا وبيتكلموا معنا عندنا السنة دي كان عندنا حوالي 9400 تصر عندنا حوالي 1400 معلم فالحمد لله التغطية بتاعت المدارس اليابانية على المستوى حاجة يعني خدمة محترمة جداً وأولاء أمور كتير جداً بيحاولوا إن هما يشتغلوا معنا وينضموا لينا وإحنا فتحنا باب التقديم بداية من الساعات الأولى من صباح المعاردة ونتمنى إن شاء الله أن أولاء المول يقدروا يخشوا ويقدروا يخشوا على المعقع ويسجلوا بينات أولادهم وإن شاء الله يكون لهم أماكن عندنا في المدارس حصل المتاحة طيب دكتور مالك عايزة أسأل حضرتك إحنا عندنا ثلاث مدارس جديدة داخل الخدمة مدارس مصرية يابانية هل الشروط دخول هذه المدارس هتكون نفس الشروط السابقة ولو نعرف الناس إيه هي شروط للتحاق بالمدارس المصرية اليابانية إحنا عندنا ثلاث مدارس شكرا لحضرتك إحنا عندنا ثلاث مدارس سنتيه هينضموا لخطة التشغيل عندنا مدارسة في فورس كوآد في فورس عيد عندنا مدارسة في مارسة مطلوح في كيلو أربعة عندنا مدارسة في المستقبل هي الشروط ثلاثة التلاث مدارس دول هم إحنا عندنا شروط دخول المدارس منظمة عندنا بقرار وزاري خاص بالمدارس المصرية اللبنية وهي شروط واحدة احنا اهم حاجة عندنا السن لان احنا جدول السن عندنا لا يجوز فيه في السناء لانه مقيد بهذا القرار احنا عندنا القبول في المستوى الاول رياد الاطفال من اربع سنوات الى خمس سنوات الى يوم واحد يعني عندنا التقديم دائما لكل صف هو اتناشر شهر الى يوم واحد وبالتالي في شرط السن واحد لمستوى الاول رياد الاطفال او المستوى اعلى اي مدرسة جديدة تفتح عندنا بالقبول فيها لحد الصف الاول اتدائي فقط لان لابد ان ولي الامر قبل الطفل اللي بيخش عندنا انه يبقى عنده القدر الكافي من التأهيل والمشتأهيل انا ادر من الوعي والمعرفة بانشطة التكادس والتقدم في المدارس باعتنا لان احنا هي دي الحاجة اللي احنا بنتميز بيها ونتفوق بيها كمدارس مصرية يبنية فلابد ان يكون ولي الامر والطفل موجودين معنا في المنظومة من بدايتها عشان نقدر يعني يتأقلم معنا على هذه البيئة فالشرط عندنا شرط السنة ده شرط اساسي بعد كده لما بيحصل نقف الباب التقديم بنتبتدي نشوف مين الاصبر سن تقدم للمدارسة على حسب الاعداد اللي مطلوبة لان احنا برضو عندنا غير مسموح تماما ولا هو الاي سسنة بشرط السن ولا في الكسافة داخل الفصل احنا عندنا مدارس بتكون قديه الكسافة يا فندم؟ نعم بتكون قديه الكسافة داخل الفصل؟ الكسافة عندنا من 36 طفل الاربعين طفل على حسب مساحة الفصل يعني اللي بيقيدنا الكود الانشائي للمدرسة بيقول ان مساحة الفصل ده تساوي كذا بنقسمها 1.75 او 1.75 متر 75 طفل لكل طفل وبالتالي بنقسم المساحة دي على عدد بنقسم المساحة دي على عدد الاطفال نطلع لنا الفصل ده يستعب 36 او 38 او 40 وبالتالي بنقبل لهذا يعني على هذا العدد ولا يوجد عندنا اي نوع من انواع الاساس نقاب في السم او في الكسافة لان هو ده الكود اللي احنا شغالين عليه ما نقدرش نقرق عنه عظيم طيب احنا عملنا 3 مدارس جديدة على اي اساس بنختار المكان هل مثلا بنشوف المكان اللي فيه ضغط على الفرع الحالي اللي موجود في المدينة فبنقرر انشاء فرع جديد اه اكيد لا احنا الفكرة كلها بتقديم بسيط الهيط الابناء التعليمية مشكورة بتقدم لنا مساحات الاراضي او مساحات الاراضي اللي هي ممكن يتبني عليها مدرسة مصرية بنية اهم حاجة عندنا ان المدرسة بتكون مدنية على الكود الانشائي الخاصة بالمدرسة المصرية البنية لان احنا فيه كود مميز خاص بينا احنا عندنا مساحات الفصول مختلفة عن باقي مساحات الفصول في اي مدرسة بيتم انشاءها للمنظومة التعليم عندنا الفراغات عندنا الممرات عندنا مكان مخصص في مرحلة ريال الاطفال في كل مدرسة مرحلة مكان مخصص له باب دخول له باب خروج له مجموعة عدد سلالم اقل عشان الولاد الصغيرين وعندهم جاردن خاص بيهم او حديقة خاصة بيهم ومنطقة العاب خاصة بيهم فعندنا الكود الخاص من المصرية الليبانية مختلف عن كود الانشائي للمدرسة الاخرى وبالتاني فمش اي مدرسة او اي مساحة بنقدر نبني عليها مدرسة مصرية بنية طيب دكتور مالك حضرتك قلتلي ان المدرسة مميزة بانشطة يعني غير موجودة في اي نوع من المدرسة الاخرى وعلشان كده بيكون في شرط السن وعلشان كده ما بتقبلوش في المدرسة الجديدة اكتر من الصف الاول لفدائي لو تقول لنا ايه هي الانشطة المميزة الموجودة داخل المدرسة المصرية اليابانية احنا مدرسة المصرية اليابانية هي اسمها مدرسة المصرية اليابانية مش عشان بنقدم المادة منقدر مادة اللغة اليابانية أو بينما يريد دماغ فيها مدرس ياباني أو المدرسة طبعا للدولة اليابانية بالعكس نحن ن pilot في المدرسة المصلية اليابانية ح Jamaه مجموعة أنشطة pontoكتسو أنشطة تواكتسوها مجموعة أنشطة كلها أنشطة قيمية وز الججل بالتيب نزرع في الطفل من صغره مجموعة من القيم ونعمل به qualche كلم التعامل مع الآخر قيم الاحترام الآخر قيم التقبل الآخر قيم العمل في فريق قيم البناء الشخصية بناء العلاقات الجاهدة المتازنة داخل المدرسة وهو ده اللي احنا بنقدمه في إطار من بيئة تعليمية داخل المدرسة مختلفة بشكل كبير عن مدارس أخرى الموجودة عندنا في نفس منظومة التعليم في مصر ولكن هي دي نيزة أساسية عندنا. الطفل عندنا بيجي دخل وهو داخل المدرسة الصفح لازم يلاقي معلمين المدرسة بتقباله عندنا الطفل اللي بيجي أول ما بيخش الفاصل مش بنوقف عليه واحد يقوله ما تكلمش لأ بنجيله ورقة صغيرة كده أو كتاب صغير أو قصة صغيرة يعجي أرى فيها الوحده بشكل لمدة عشر دقائق. عندنا بعد كده في مجموعة أنشطة اسمها مجلس الفاصل. عندنا حاجة اسمها مناقشات توجيئية. عندنا حاجة اسمها إدارة الصفحة. عندنا الرياضة اليومية. كل هذه أنشطة بتعلم الولاد إزاي يشتغلوا مع بعض. إزاي يكلموا مع بعض. إزاي يستفيدوا من بعض. إزاي يبقى فيه فريق عمل موجود داخل المدرسة. إزاي يقدروا يشتغلوا في مجموعات. إزاي يبقى فيه تعامل فيه فيه صداقة وود بين المعلم وبين الطالب عشان يقدروا في الأول في آخر اليوم يبقى يوم فيه متعة للطفل وليس يوم فيه تعديد أو يوم فيه تقديم قدر كبير من المادة الأكاديمية دون استخدام وسائل أخرى على مدار اليوم تساعد أن الطفل يتقبل هذا القدر التعليمي بشكل راحب وبصدر راحب إحنا كمان بنشرك ولي الأمر يا فندم في اليوم الدراسي لو استطاع يعني إحنا عندنا عشرين ساعة طوعية كل ولي أمر بيدخل مدارس المدارس المدارس ده عظيم يوقع على إقراراً اللي بد يتواجب داخل المدارسة المدارسة عشرين ساعة على مدار العام الدراسي ده تأثيره إيه على الطلاب تأثيره بيضيف أن المكون أنشطة اليابانية بيدعم تكون ولي الأمر والمجتمع شريك داخل المدرسة في أطر محددة يعني ولي الأمر مثلا ولي الأمر الطبيب ممكن يشرفنا في المدرسة وبيعمل حاجة زي يوم صحي للمدرسة مثلا فيه طبيبة رمض بتيجي بتروح عاملة بتعمل كشف رمض يلاقي الطفل يلاقي مامته جات مع المدرسة وقعرت معاه وعملت حاجات سيقول ده ماما لكات موجودة بارة وليه أمر مهندس ممكن يجي يساعد مدرسة فيه أمر أو يعمل محاضرة للولاد بيعزز المشاركة المجتمعية كمان يا ضغط فبيعزز وبعدين بيبقى الحاجز اللي بين المدرسة وليه الأمر وليه الأمر أخروا باب المدرسة ومش مسموح له أنه هو نادي عظيم جدا يا فيزم طبعا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا أستاذ مالك الرفاعي مدير وحدة المدارس المصرية اليابانية وزارة التربية والتعليم شكرا لك شكرا لك